اللي في بدايتها بنطمنكم على بعثة المنتخب الأولمبي اللي بيستعد لمباراة الغد مع غينيا في نصف نهاية بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لدورة باريس الأولمبية البطولة بيتأهل منها 3 منتخبات يعني منتخب مصر بكرا إن شاء الله تعالى إذا كسب غينيا خلاص راح المباراة النهائية يواجه الفائز من المغرب ومالي والأهم قطع تذكرة السفر إلى باريس في دورتها الأولمبية إذا خسر حيلعب الخاسر من مباراة المغرب ومالي لكن في نفس الوقت لو كسب في مباراة المركز الثالث والرابح هيصعد كثالث لأن هذه البطولة بتأهل 3 منتخبات لباريس بالإضافة لصحب المركز الرابح هيصفي مع الفريق الأسيوي يعني الفوز يضمن لنا السفر مباشرة إلى باريس ولعب المباراة النهائية الأفريقية وإن خسارة تخليك تلعب مباراة مع الخاسر من نصف النهائي ده الخاص بالمنتخب اللونبي ومستر ميكالي المدير الفني البرازيلي للمنتخب بيأكد ثقته في لعبة منتخب المصر للحياة أربعة منهم منهم حمزة علاء حارس مرمانا الشاب الموهوب دخلوا في التشكيلة الأساسية للمنتخب الأفريقي كأفضل تشكيلة شوف المنتخب اللونبي يعني بدايته كانت مخيبة جدا للأمال لم يتقلق أحد أي وما كسبناش النيجر وأصبح موقفنا حارج وكان الحال نكسب المطشين والتاني ماتش بالتحديد اللي هو ماتش مالي احنا ما كسبناش مالي أستاذ إبراهيم في أي لقاء في كل الدورات السابقة على أي مرحلة سنية مالي دي أصبحت عودتنا تخرجنا 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 وكان أخيرها في المنتخب اللي كان مع كابتن حسام البدري برضو معرفناش نكسبه فكونك تكسب اتنين وبعدين واحد وبعدين تكسب الجابون خلاك بقيت أول وابتدى الناس يشوف لعبتك وتشوف حجمهم لأن برضو اللعب دي مفاشل أسماء يعني إنت لو سألت حد اللي لم يكن متخصصا أسماء المنتخب اللي لونبي وتشكلته مش هيعرف مش هيعرف ولك الحداشر اللي بلعب ومش هيعرف ولك البودلاء وأحيانا بتبقى ميزة لأن أنت أحيانا لما بتسلط الضوء قوي على فرقة وبترفع حجم التوقعات بيبقى نوع من العب نتمنى أن نكسب غينية ولو حصل وصلنا كاس العالم الدورة اللومبية الدورة اللومبية يبقى أنت عملت برضو إنجاز كبير جدا وديت قملة الحياة للرياضة وكرة القدم المصري لأن البعثة اللي فيها كرة قدم بتبقى كبيرة حمزة علاء في المنتخب القائمة المثالية الأفريقية في البطولة ومعاه ثلاثة كمان من مصر إبراهيم عادل وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل يعني أربع مقاعد في الحداشر لاعب في تشكيلة البطولة أو الأمثل في أفريقيا كانت الأربع مراكز للمنتخب المصري وده يشب أنه عند الجيل ممكن يبقى كويس وعلى فكرة رويف فيتوريا كان عنده ملاحظة أنه الجيل ده أقل لناس بتلعب مطشات بتاخد فرص لللاعب قالك الكرة المصرية الأعمار الشابة ما بتاخدش فرص لعب كتير يعني من سن العشرين للتلاتة وعشرين الآن دي ما بتشركهمش كتير بس يا أستاذ إبراهيم روح للجيل اللي قبليه هتجد كلهم كانوا أساسين في فرقهم معظمهم هتجد أكرم وحتجد عمار وحتجد رمضان وحتجد مصطفى محمد كله كان بيلعب هي الموهبة بتفرض نفسها أستاذ إبراهيم يعني هو إبراهيم عادل بيلعب إبراهيم عادل فرض نفسه بيلعب وحمزة فرض نفسه بيلعب محمود صبر بيلعب وحسام عمي جيد بيلعب محمود صبر كان يستحق مساحة أكبر من كده لأنه هو كان في النجوم كان كواسي قوي يعني هو طبعا وجوده في بيرامد في ناس بغضى فرص عليه لأنه في وسط لعبة كبيرة جدا يعني لكن أعتقد أنهما لو قدروا يتأهلوا معظمهم حيرجع بقى يلعب نتمنى